بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم على قناة STC ومع هذه السلسلة الجديدة تحت عنوان التطبيق العملي للتداول على المنصة مبدئيا كده هيكون الشرح على منصة IQ Option طيب قبل ما نعمل استكشاف للمنصة تعالوا بينا نعرف ما هو الفرق بين البروكر والمنصة البروكر هو وسيط يربط بين المتداول وبين السوق وهو يقوم بتلقي أوامر المتداول وينفذها بشكل كامل سواء بالبيع أو بالشراء أما المنصة فهي المكان الذي نجري عليه أو فيه عمليات التداول وتعتبر المنصة هي الوسيلة التي نتواصل من خلالها مع الوسيط أو البروكر طيب ما هي أنواع المنصات؟ رقم واحد الطريقة العادية أنا ممكن أدخل على الويبسايد أو موقع البروكر وأتداول عليه بشكل عادي مفيش أي مشكلة يعني أدخل على الموقع وتعامل معاه على أنه هو المنصة وأتداول سواء بالبيع أو بالشراء وده يعتبر أول نوع من أنواع المنصات وهو الويبسايد نفسه الطريقة الثانية وهي الأفضل لو المنصة موفرة تطبيق يعني بينزل على جهاز الكمبيوتر أين كان كمبيوتر شخصي أو لابتوب أو موبايل أبليكيشن فده بيكون أفضل لأنه هيكون سريع وهيكون شغله أفضل بكتير وخاصة لو لابتوب إمكانياته عالية هتلاقي البرنامج بيشتغل بسرعة وبشكل أفضل أما النوع الثالث فهو برضو أبليكيشن أو برنامج بينزل على التابلت أو الموبايل وده برضو طريقة ممكن من خلالها فتح حساب حقيقي والتواصل من خلالها مع الوسيط أو البروكر والتداول من خلالها طب هناك سؤال بيطرح نفسه هل هناك فرق في دخول السفقات على الويبسايد أو على الأبليكيشن أو على الموبايل أبليكيشن الإجابة بكل بساطة في الأسواق العادية المفروض ما يكونش فيه اختلاف لكن من واقع التجربة العملية لقينا أنه خلال التدور في الخيارات الثنائية وأنه اختلاف بسيط جدا بين الويبسايد والموبايل أبليكيشن والأبليكيشن نفسه الخاص بالمنصة على اللابتوب فيه أشياء ممكن نلقيها على الويبسايد ومش موجودة على الابليكيشن موبايل وبالتالي هيكون الأفضل للمتداول أنه يشتغل على الابليكيشن الخاص بالمنصة اللي بينزل على الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب لأنه هيكون أسرع والتعامل عليه هيكون أدق بطريقة كبيرة جدا دي كانت مقدمة بسيطة على التعامل على المنصة منصة IQ Option في الخيارات الثنائية المحاضرة القادمة إن شاء الله سنقوم بشرح المنصة كاملة خطوة بخطوة ونعرف كيفية التدول عليها وهنشرح جميع الإعدادات الخاصة بالمنصة بحيث يكون التعامل معها بفهم وبكل سهولة كمان هنشرح إزاي نتواصل مع طرق الدعم بحيث لو وجهتك أي مشكلة تقدر تتواصل معهم إلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي عنوان محاضرة اليوم كيفية فتح حساب على منصة IQ Option في صندوق الوصف هتلاقي رابط تحميل المنصة أول ما هتدوس على الرابط سوف يظهر لك هذا الشكل اللي قدامك ودلوقتي هناخد مع بعض خطوة بخطوة إزاي نفتح حساب على منصة IQ Option للخيارات الثنائية الخطوة رقم واحد هندوس على الأيكونة الموجودة جهة اليمين من الأعلى هنلاقي إن المنصة لا تدعم اللغة العربية وبالتالي إحنا هنختار إنجليش طبعا المنصة عشان تتداول عليها مش محتاجة إنك تكون متمكن أوه في الإنجليزي يكفي معرفتك لمصطلحات التداول الخطوة رقم اتنين هنضغط على Sign Up التسجيل سوف يظهر الشكل الذي أمامي أول حاجة نسجل الاسم الأول وبعدين الاسم التاني وبعدين نضع الإيميل أو رقم الموبايل وبعد كده هندخل باسورد اللي هيكون حسابك به وده حاول تحفظه في مكان وهو عتنساه وما تخليش حد غيرك يعرفه وبدوس عند علامة صح دي على أساس إن ده إقرار مني إن أنا أكبر من 18 سنة وهلتزم بالشروط والأحكام التي تقررها المنصة وقواعدها الخصوصية وبدوس على Open an account for free بعد ما بيخلص معاك الأكاونت اللي أنت عملته سوف يظهر هذا الشكل اللي قدامك ده هتلاقي المنصة فتحت لك حساب تجريبي قيمته 10,000 دولار تقدر تستخدمهم في التدريب على التداول على المنصة قبل ما تفتح حساب حقيقي الخطوة رقم 3 أول ما هتدخل على المنصة هتلاقي واجهة المنصة اللي أنت هتتداول من خلالها بالشكل اللي قدامك ده لكن قبل ما أدخل في تفاصيل عمل المنصة لازم أرجع تاني للموقع نفسه عشان أفعل حساب الخاص لإني أنا لو مش مفعل حسابي ومعمول على حسابي علامة صح بريفايد مش هقدر أسحب أي فلوس من المنصة أي مبلغ هكسبه من التداول مش هقدر أسحبه إلا إذا كنت مفعل هذا الحساب حتى فلوسك نفسها اللي أنت أودعتها مش هتقدر تسحبها من غير ما تكون مفعل حسابك الخطوة رقم 4 هنرجع للويب سايت مرة أخرى من أجل تفعيل الحساب بس حابب أنبهك إنك ممكن عشان توصل للصفحة دي محتاج كده خطوة لأنك ممكن كده أوكي أنت دخلت جوه المنصة عشان كده أركع واضغط تاني على اللينك اللي ظهر قدامي ده iqoption.com slash n وتغغط انتر هتلاقيه رجعك تاني للصفحة اللي إحنا عليها دلوقتي وبكده يبقى احنا خلصنا خطوات تأكيد الحساب ممكن أتعامل بي على المنصة بشكل عادي جدا الخطوة رقم 5 هندخل بعد كده على خطوات توثيق الحساب وفيه فرق بين تفعيل الحساب وتوثيق الحساب اللي عدده كان تفعيل الحساب أما توثيق الحساب عشان أقدر أعمل عمليات إداء وعمليات سحب بشكل قانوني على المنصة بدون أي مشاكل لازم أعمل عمليات توثيق لحسابي وده فيه مصلحة كبيرة جدا لك لأنك من خلال التوثيق بتثبت ملكيتك الشخصية لهذا الحساب ويفضل أنك تحط صورة لك upload photo بعد كده تدخل على البريفيكشن اللي هو تفعيل الحساب هتجي لك رسالة هيخبرك من خلالها أن المنصة أرسلت إليك رسالة على الإيميل اللي أنت سجلت عليه الرسالة دي فيها كود التفعيل اللي أنت هتفعل بحسابك هتحط الكود في المستطيل اللي قدامك ده هتدخل على الإيميل الخاص بيك هتلاقي الرسالة اللي المنصة أرسلتها إليك وفيها كود التفعيل اللي من خلاله يعتبر تأكيد للإيميل الخاص بيك هتحط الكود وبعد كده هتدوس continue هتظهر لك الرسالة دي اكتيبيجن والساكسفيل كده يبقى انت فعلت حسابك او الخطوة عن طريق الايميل بس لسه في خطوات تانية والحد دلوقتي لسه الحساب لم يتفعل عشان كده هرجع تاني للتفعيل الخطوة الثانية في التفعيل عن طريق الموبايل هحط رقم الموبايل هنا عند خانة phone number هيبعت لك عليها كود هيبعت لك عليه كود اول ما هتسجل الكود في الحساب هيتفعل في الخانة اللي هي enter sms code وتدوس على continue وبكده يكون عندهم الحساب اتفعل وبعد ما دخلت الكود اللي جالي فعلا الكود صح الخطوة رقم ستة هي دي اهم خطوة المنصة بتطلب منك المعلومات الحقيقية عنك الاسم الجنس تاريخ الميلاد اسم البلد اللي انت اتولدت فيها والمدينة وعنوانك اللي انت مقيم فيه حاليا لازم تكتب كل حاجة بالتفصيل بالزبط وصحيحة بنسبة 100% يعني كل بياناتك الشخصية كاملة وصحيحة عشان يبقوا عارفين مين الشخص ده اللي قاعد على الحساب وشغال عليه وانه مش جهاز ريبوت عشان كده لازم تكون البيانات صحيحة ودقيقة كما في البطاقة الشخصية او في البصبور اي ان كان لان انت بعد كده سوف ترسل الى المنصة ما يزبط شخصيتك سواء بطاقة الهوية او البصبور الشخصي بتاعك عشان تقدر تاخد علامة اسمها ودي معناها ان حسابك موسق بصورة قانونية وبشكل رسمي بعد كده هتقدر تشتغل على الحساب وتتعامل بصورة رسمية سواء بالاداع او السحب وجميع انواع المعاملات على المنصة هتكون متاحة لك ما دام حسابك متوفق بصورة رسمية وقانونية على الابليكيشن القدامي باختاري النوع من هنا ذكر او انفة بنكتب هنا تاريخ الميلاد وبنكتب الاسم الاول والاسم الثاني كما هو موجود بالبطاقة تماما ثم من هنا البلد وبعدين المدينة اللي انت مقيم فيها وهنا الجنسية وهنا هنختار البوستال كود كود اقرب مكتب بريد خاص بي لو مش عارفه هدخل على جوجل واكتب اسم المدينة اللي انا مقيم فيها ولتكن الاسكندرية مثلا اكتب بعدها بوستال كود هيظهر رقم كود المدينة اللي انت مقيم فيها هاخده كوبيبست في المكان المخصص هنها بكتب address of the residence عنوان الاقامة هكتب هنا العنوان اللي انا مقيم فيه حاليا زي ما هو مكتوب في بطاقة الهوية او البزبور ولو انت معاك الجنسية الامريكية هتعمل علامة صح في المكان ده ولو مش مواطن امريكي هتسيبها زي ما هي كده عشان استخدام المنصة في امريكا له قواعد وشروط معينة بعد كده هتدوس save continue هتلاقي اتبعت لك رسالة بتقول لك your profile has been هتدوس continue اما الخطوة السابعة وهي اثبات تحقيق الشخصية بمعنى ان المنصة بتطلب منك ما يزبط بياناتك الشخصية وبالتالي المنصة محتاجة مستند رسمي يزبط صحة جميع البيانات السابقة اللي حضرتك سجلتها بالتالي مطلوب منك صورة بطاقة هوية او صورة بزبور يكون اسمك كامل ظهر فيها ويكون واضح فيها تاريخ انتهاء المستند الرسمي اللي انت بتقدمه ويكون واضح فيها صورتك ويكون ظاهر رقم المستند سواء رقم البطاقة او البزبور وتاريخ الميلاد والعنوان ولو فيه اي حاجة محتاجة توقيع يتم التوقيع عليها وفيه فيديو على المنصة قدامك اهو بيقولك شوفه عشان تعرف ازاي تصور المستند وازاي تبعته ولو فتحنا الفيديو هللاقي شروط المستندات اللي انت هتبعتها هتلاقيه اول حاجة بيقولك ان الحجم ما يزيدش عن 8 ميجا بايت لو 10 ميجا بايت مش هيتقابل وبمجرد ما هيتم ارسالك لإثبات شخصيتك بالشروط اللي احنا شفناها في هذا الفيديو القصير بتكون انت مصور المستند وبعدته هتدوس upload documents بعد كده هم هيردوا عليك ويعرفوك ان كده خلاص حسابك توثق النقطة الثامنة والاخيرة بعد التوصيق هي كيفية عمل ايداء على المنصة وهذا ما سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة ان شاء الله انما دلوقتي هنكمل بايت استكشاف المنصة هنشرح طريقة عملها بالتفصيل زي ما قلنا افضل شي ان انا نزل الابليكيشن الخاص بالمنصة على اللابتوب عندي افضل من ان انا نزله على الابليكيشن موبايل او الويبسايد مباشرة هدخل على المتصفح وحمل الابليكيشن على الجهاز هتلاقي تحت جهة اليمين مكتوب download for windows هزر عندك علامة التحميل وهدو start download وهمشي مع الخطوات خطوة بخطوة لغاية ما الابليكيشن يتحمل عندي وبعد كده نكون جاهزين لاجراء عمليات التداول الى ان نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي عنوان محاضرة اليوم كيفية اليداع والسحب على منصات التداول على وجه العموم هناك طريقتين لليداع والسحب على منصات التداول ايا كانت رقم واحد الطريقة المباشرة رقم اثنين الطريقة غير المباشرة اولا الطريقة المباشرة direct way ويتم اليداع بها عن طريق credit card نوضع الرقم السري وتاريخ الانتهاء والستاشر رقم الا على ظهر البطاقة ويتم ادخالها في الخنات المخصصة لذلك بعد تحديد المبلغ الذي سيتم ايداعه وبكده يبقى تم الايداع نفس الكلام بالنسبة لعمليات السحب سواء سحب كل الاموال او وزء من رأس المال او الربح يتم السحب بنفس credit card اللي انا عملت بالايداع بس من عيوب هذه الطريقة انها بتاخد وقت طويل شوية حوالي من خمسة لسبعة ايام ثانيا الطريقة غير المباشرة direct way وتعتبر هذه الطريقة هي الافضل احنا في الحالة دي بنستخدم حاجة اسمها بنوك الكترونية انا بعمل ايداع في البنك الالكتروني ومن خلال البنك الالكتروني اقوم بتحويل المبلغ اللي انا هتداول به الى المنصة عن طريق هذا البنك وبكده انا الاول عملت عملية ايداع في البنك الالكتروني وحولت من خلاله مبلغ التداول اللي انا ناوي اتداول به الى المنصة نفس الكلام في عمليات السحب يتم السحب من المنصة والتحويل من المنصة الى البنك الالكتروني ثم سحب الاموال من البنك الالكتروني على نفس الحساب اللي انا اغدعت به وبنفس الإيميل اللي أنا كنت مستخدمه والسؤال الآن كيف أستخدم هذه البنوك الإلكترونية وما هو أفضلها وما هو أفضل بنك ممكن أن أتعامل معاه وكيف تتم عمليات السحب الإيداع من خلال هذا البنك على وجه التحديد هذا ما سنحاول الإجابة عليه في باقي المحاضرة مبدئيا وقبل كل شيء في حاجة اسمها الوسيط المالي الوسيط المالي قلنا أن هناك طريقتين لعمل الإيداع والسح وهما إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكن في عالم التداول يوجد ما يسمى الوسيط المالي أو البروكر وهو شخص اعتباري أو شركة وساطة مالية عنده رصيد من البنك الإلكتروني اللي أنت هتستخدمه طيب ما هو دور هذا الوسيط أنا مثلا هعمل إيداع على المنصة بمبلغ 100 دولار يقوم الوسيط بعمل إيداع باسمي بهذا المبلغ وأنا أقوم بإرسال إليه ما يوازي قيمة هذا المبلغ بالعملة المحلية اللي موجودة في فلدي طيب ما هي أفضل البنوك الإلكترونية التي يمكن الإيداع فيها واستخدامها في التحويل إلى منصات التداول أشهر هذه البنوك هيرسكريل والبيتلر والبيرفكت ماني والأدفانز كاش والويد ماني وده بيختلف من منصة لأخرى يعني ممكن تلاقي منصة التداول بتتعامل مع بنك أو اثنين أو أكتر من البنوك السابقة وممكن تلاقي منصة بتوفرك الإيداع والسحب عن طريق العملات الرقمية أو بتوفر الإيداع فقط بالعملات الرقمية لكن لا توفر السحب بها أهم حاجة تتأكد أن المنصة اللي أنت بتستخدمها بتوفرك الإيداع والسحب بنفس العملة اللي أنت بتتعامل بيها وتكون متوفرة في البلد اللي أنت موقن فيها ومن أشهر وأحسن هذه البنوك هو بنك بايبال بس ده بنك لا يدعم منصات التداول كمان بنك بايونير بنك كويس جدا لكنه أيضا لا يستخدم في منصات التداول طيب إيه هو البنك الموصوق فيه وممكن أستخدمه على منصة التداول أشهر بنكين هما سكريل والبيتلر ومن التجربة العملية لقينا أن بنك سكريل هو الأفضل أفضل فيه عمليات الإيداع والسحب والتوصيق فيه لا يستغرق وقت طويل ما دام الأوراق سليمة وما فيهاش أي مشكلة عمليات التوصيق والإيداع والسحب لا تستغرق ثواني معدودة كمان العمولات اللي بيخدها البنك ده بسيطة جدا تتراوح من واحد ونص إلى اتنين في المية تقريبا على كل عملية تحويل سواء بسحب أو إيداع طيب إزاي أعمل حساب على سكريل وما هي الأوراق المطلوبة دلوقتي هنشرح إزاي أفتح حساب على بنك سكريل الإلكتروني وإزاي أفعل هذا الحساب وأقدر أعمل إيداع وسحب واستقبال حوالات عليه أول ما أفتح التطبيق هتظهر لي الوجه اللي قدامي دي هضغط على ريجستر وبحط المعلومات الشخصية بتاعتي الاسم الأول والاسم الأخير والبلد والعملة اللي أنا هعمل بها حساب على البنك واللي يكون الدولار والإيميل والباسورد والباسورد يتكون من ثمن أرقام أو حروف ويكون على الأقل في حرف واحد أو رقم واحد أو سيمول واحد زي علامة الآد أو علامة التعجب كده عملت أول خطوة عملت تفعيل للأكون وبعندي حساب على الإسكريل ودي أول خطوة الخطوة الثانية عشان أوثق الحساب بتاعي لازم أعمل إداع في الحساب هدخل على حسابي اللي أنا سجلت فيه هلاقي سكريل باعت لرسالة ترحيب بتقولي يعني كده حسابك تفاعل وتقدر تستخدم كل المميزات في بنك سكريل وبيقول لك أنك ممكن تعمل الإداع ده عن طريق الديبت كارد أو الكريديد كارد أو حساب بنكي بنك أكاونت طبعا إحنا عمليني الحساب ده عشان نشتغل به على منصة التداول يبقى الأحسن أن أنا أستخدم البنك أكاونت أي عن طريق البنك الإلكتروني بحسابي الخاص أو وسيط قانوني يعني ممكن حد تاني يبعث لي الرصيد اللي هو البروكر المضمون الموصوق به اللي معه ترخيص هو بيحطي لي الرصيد بالدولار وأنا بالتالي ببعث له ما يوازيه بالعملة المحلية لأن في بعض الدول بيكون غير مسموح أني أعمل إداع وسحب من بنك سكريل بشكل مباشر بعد عملية الإداع على سكريل هيطلب مني شوية حاجات أول حاجة تعريف الهوية من خلال إرسال صورة البطاقة الشخصية والشوضة وإثبات محل إقامة زي وصل نور أو وصل مية باسم صاحب الحساب أو كشف حساب بنكي يكون فيه الاسم والعنوان بعد عمل الإداع على بنك سكريل وتكملة كل اللي هم طلبوا مني هبعت لهم كل ده في خلال يومين هنلاقي أن الحساب بتاعنا اتوسق ونقدر نشتغل به على منصة التداول وبذلك نكون عنوان محاضرة اليوم استكشاف المكونات الأساسية للمنصة وده أول شكل لواجهة المنصة عند فتحها أما الوجهة الداخلية للمنصة فهي عبارة عن مستطيل يتكون من أربع أضلاع الضلع العلوي والضلع السفلي والضلع الرأسي الأيمن والضلع الرأسي الأيسر وممكن تبقى الوجهة بالشكل اللي قدامي ده هنلاقي الضلع العلوي للمستطيل عليه ستة أيقونات والضلع السفلي عليه أربع أيقونات بينما الضلع الرأسي الأيمن عليه خمس أيقونات والضلع الرأسي الأيسر عليه سبع أيقونات كمان في أيقونات تانية داخل المستطيل على الأطراف على الضلع العلوي في اليمين عندي ثلاث أيقونات الأولى للحساب الحقيقي والثانية للحساب التجريبي أما الثالثة فهي صورة صاحب الحساب ومالك الحساب على نفس الضلع العلوي للمنصة على اليسار عندي ثلاث أيقونات الأولى لاختيار زوج العملات اللي أنا هتدول عليه والثانية عدد الصفقات اللي ممكن تظهرلي على المنصة لو فتحتها والثالثة لوجو المنصة أما بالنسبة للضلع الرأسي للمنصة في اليمين عندي خمس أيقونات أول حاجة إن نبلغ إلا أنا بدخل به الصفقة تحته زمن نهاية الصفقة بعدها باللون الأحمر النسبة المقوية للربح من الصفقة وبعدين أهم ذرين عندي هما ذر الشراء لو ضغطت عليه يديني صعود وذر البيع اللي تحته مباشرة لو ضغطت عليه يديني هبوط بعد كده على الضلع السفلي للمستطيل جهة اليمين عندي أيقونات الإعدادات جنبها على طول صوت نهاية الصفقة سواء بالمكسب أو الخسارة وجنبهم اليوم والتاريخ والتوقيت المحلي للبلد اللي أنا عايش فيها على نفس الضلع السفلي للمنطقة جهة الشمال أيقونات التواصل مع الدعم ساب بورد على يسار المنصة من أسفل في وضع رأسي عندي خمس أيقونات تستخدم في إعدادات التداول أول حاجة فوق شرط طيب اللي هو الرسم البياني تحتها الطايم فريم وبعدين جرافيكال توز اللي هو الرسوم الهندسية ثم المؤشرات مؤشرات إنديكيتورز وآخر حاجة طايم فريم عدد الشموع المتكونة خلال أي فترة زمنية جهة اليسار أعلى المنصة عندي ثلاث أيقونات اللي عليها علامة النجمة دي الأزواج المفضلة لو دوست عليها مرتين يتغير لون النجمة لللون البرتقالي وبعدين جرس تنبيه انتهاء صفقة معينة عند مستوى معين أنا كنت محدده قبل كده وبعد كده علامة الآي معلومات هامة أي معلومات أنت حابب تعرفها حول الزوج الذي يتم التداول عليه حاليا أما الجانب الأيصر من المنصة فإن مكونات الضلع الرأسي عبارة عن سبع إيقونات الأولى من الجهة العليا توزر البرتفوليو الصفقات الحالية المفتوحة تحتها على طول سجل التداول تريدينج هستوري رقم ثلاثة تحتها شات جماعي ودعم رقم أربعة سجل الشرف لأفضل المتداولين رقم خمسة تحليل أسواق ماركتينج أناليسيز أما رقم ستة فيديوهات توضيحية وتعليمية نزلة على المنصة رقم سبعة مميزات أخرى ممكن تلاقيها على المنصة وبكده ينتهينا من هذه المقدمة التوضيحية عنوان محاضرة اليوم الفرق بين البينيري أوبشن والديجيتال أوبشن في التداول لو فتحنا أيقونة اختيار عملات التداول وعلى وجه التحديد الأوفشن هللاقي عندنا نوعين من الأوفشن الأول بيناري أوبشن والتاني ديجيتال أوبشن مبدئيا كده من حيث شكل وسلوك الشموع على المنصة لا يوجد اختلاف بينهما شكل وسلوك الشموع هي هي لأن السوق في كلاهما هو هو المنصة ما هي إلا أداة نقل وصورة مرئية لما يحدث في السوق وقراءة عملية لحركة الأسواق والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو وجه الخلاف بين البينيري أوبشن والديجيتال أوبشن بالرجوع إلى المنصة لقينا أن احنا ممكن نحصر وجه الخلاف في أربع نقاط ولكن قبل ما نبدأ في استعراض أوجه الخلاف لو بصينا على وجهة المنصة اللي قدامنا دي هللاقي أزواج العملات البينيري أوبشن هللاقيها حوالي 7 أزواج من العملات بس عايزك تلاحظ نسبة الرحي هنا كام في المية عشان لما نروح نبص على أزواج العملات في الديجيتال أوبشن هللاقي هناك موجود حوالي 8 أزواج بس خد بالك برضو من النسبة المقوية هتلاقي أنه يوجد اختلاف في نسبة الربح بين البينيري أوبشن والديجيتال أوبشن ودلوقتي تعالوا بينا نجاوب على السؤال من خلال التجربة العملية على منصات التدول لقينا وجود أربع اختلافات بين البينيري أوبشن وبين الديجيتال أوبشن الاختلاف الأول في زمن الصفقة زمن الصفقة في الديجيتال أوبشن بيكون محدد مسبقا من قبل المنصة بينما على البينيري أوبشن المتداول هو اللي بيحدد الزمن الذي يناسبه وده معناه أن الصفقة هي اللي بتتحدد ليا إنت أدخل الصفقة هي اللي بتكون متحددة من الأول يعني بيكون محدد زمن الدخول في أوقات معينة ده في الديجيتال أوبشن ليس للمتداول أي حرية في اختيار أزمنة الدخول على عكس البينيري المتداول له الحرية الكاملة في تحديد زمن دخول الصفقة في أي وقت له حق الدخول في أي صفقة ما دام السوق مفتوح الأبواب وليس في أيام العطلة الرسمية وطبعا ده شيء إلى حد ما فيه تقييد للمتداول ولا نلجأ إليه إلا في حالات معينة محسوبة كويس جدا من قبل المتداول الاختلاف الثاني في مدة الصفقة مدة الصفقة في الديجيتال بتكون محددة مسبقا دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة بينما على البينيري الزمن مفتوح من واحد دقيقة حتى شهر على حسب اختيار المتداول إلى جانب الاختلاف السابق في زمن الصفقة كمان مدة الصفقة بتكون محددة من قبل المنصة في هذه الحالة وهي ثلاث اختيارات فقط لغير يأما دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة ولو دخل المتداول متأخر دقيقة أو اتنين مدة الخمس دقيقة أو ربع ساعة يتحسب عليه من ضمن زمن الصفقة يعني لو الصفقة مدة 15 دقيقة والمتداول دخل متأخر 3 دقيقة يتحسب له زمن الصفقة 12 دقيقة بس بعكس البينري اللي بيحسب مدة الصفقة من لحظة دخولها وحتى انتهاءها بالمدة اللي حضرتك اخترتها من الأول الاختلاف الثالث عند اغلاق الصفقة في الديجيتل اذا اغلقت الصفقة عند نفسه نقطة الدخول تحتسب خسارة على المتداول وبناء عليه يخسر المتداول مبلغ التداول الذي كان قد دخل به بينما في حالة البينري اذا اغلقت الصفقة عند نفس نقطة الدخول تحتسب النتيجة تعادل اي ليست مكسب وليست خسارة الاختلاف الرابع وهو وقت الخروج من الصفقة في حالة الديجيتل يمكن الخروج من الصفقة في اي وقت قبل النهاية في هذه الحالة تحتسب نسبة للمتداول من هذه الصفقة سواء ربح او خسارة وفي هذه الحالة الديجيتل يشبه طريقة التداول به طريقة الفوريكس اما في حالة البينري فان الخروج من الصفقة قبل ان تنتهي تعتبر نتيجته خسارة خسارة على المتداول يخسر من خلاله كل مبلغ التداول الذي كان قد رصده في هذه الصفقة وبكده يبقى اشرنا الى اهم اربع اختلافات بين الديجيتل اوبشن والبينري اوبشن والمتداول له حرية الاختيار في اختيار ايهما في التداول بما يتناسب مع تحليله وبما يناسب طريقته واستراتيجيته وعلى وجه العموم ننصح المتداول بعدم الخروج من الصفقة قبل ان تنتهي حتى لو كانت هتنتهي بخسارة لان انت اللي اخترت وانت اللي حللت وانت اللي دخلت الصفقة بكامل ارادتك فلازم في النهاية يكون عندك تحمل للمسئولية وعدم التردد اثناء الصفقات وعدم الخروج من الصفقة قبل نهايتها لو ربحت يبقى الحمد لله ولو خسرت خليها تعلمك حاجة تعرف من خلالها انت ليه خسرت اختار الصفقة اللي تناسب الزمن والتوقيت اللي يناسبك ويفضل في حال التكون نماذج من نماذج الشموع اليابانية المعروفة بناء على تحليلاتك وبعد رسم الدعوم والمقاومات ومعرفة خطوط الاتجاه سواء العام منها والخاص وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم الى ان نلتقي في المحاضرة القادمة مع شرح ايقونة اخرى من ايقونات منصة ايكو اوبشن لكم خالص تحياتي عنوان محاضرة اليوم الفرق بين وقت انتهاء الصفقة اكسبريشن تايم ووقت الشراء بورشيز تايم او بمعنى اخر نقدر نقول رحلة اي صفقة من البداية وحتى النهاية ويمكن تلخيص خطوات الصفقة الكاملة فيما يأتي الخطوة رقم واحد في البداية حددت وقت انتهاء الصفقة من هنا عند ايقونة اكسبريشن تايم من عند زمن اختيار الصفقة من اسفل المكان اللي مكتوب عنده من هنا اختار بداية مدة الصفقة ومن فوق اخترت انتهاء الصفقة من القائمة المنسادلة حتى الساعة 18.30 اي 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة يعني خدت صفقة طويلة مدتها حوالي ساعتين و38 دقيقة تقريبا على زوج العملات الموضح اعلى طبعا انا حددت صفقة بيع يعني اتوقع هبوط السعر الاسفل خلال هذه المدة الزمنية عشان كده انا دست على ايقونة الهبوط لور الخطوة رقم اثنين ومجرد ان ضغطت على ايقونة البيع الحمراء ظهرت لي على المنصة الاشكال التي امامي وفيها يظهر مبلغ دخول الصفقة اللي انا كنت داخل به وهو 2000 دولار تقريبا طبعا على الحساب التجريبي على يمين المبلغ ظهر عندي نسبة الربح المتوقع وهي 92% من رأس المال الصفقة اللي انا داخل به وده بيعمل حوالي 1840 دولار وعلى اليسار عداد العد التنازلي للصفقة باقي من زمن انتهاء هذه الصفقة ساعتين و37 دقيقة و59 سانية وعدين بالمتابعة لقيت العداد بيقول لي ان فاضل ساعة و44 دقيقة و58 سانية استنيت لما الصفقة خلصت بس قبل ما تخلص هنشوف مع بعض شكل تحرك العداد التنازلي بيكون ازاي العداد التنازلي بيمثله خط رأسي لونه رمادي كلما مر الزمن اقترب هذا الخط الرأسي من خط نهاية للصفقة وعند انتهاء الزمن ينطبق القطان على بعضهما خط بداية الصفقة مع خط نهاية الصفقة لاحظ على الشرط اقتراب خط العداد التنازلي من خط نهاية الصفقة في هذه الفترة يمكن للمتداول ان يزود او ينقص من رأس مال صفقته كما يريد الى ان يصل هذا الخط الرأسي الى زمن معين وينتهي العمل بهذا العداد ويبدأ عداد اخر في العمل هذا العداد الجديد بيكون موجود اسفل خط النهاية به زمن بيقول للمتداول انه لا يستطيع ان يزود او ينقص من قيمة صفقته الى ان ينتهي وقت الصفقة سواء بالمكسب او بالخسارة الخطوة رقم 3 والاخيرة ظهر عندي على الشرط عداد بداية نهاية الصفقة اسفل خط نهاية الصفقة وبدأ العد التنازلي عند خط النهاية باقي 58 ثانية ثم 12 ثانية ثم انتهت الصفقة بربح والحمد لله روحنا حوالي 1040 دولار بنسبة 92% طبعا هنا مش بتكلم عن الاستراتيجية اللي انا اتبعتها في التداول على هذه الصفقة لان ده موضوع ان شاء الله سنتناوله بالتفصيل في المحاضرات القادمة فيما بعد بس في الفيديو ده انا حبيت بس اوضح الفرق بين وقت دخول الصفقة اللي هو وقت البيع او الشراء ووقت انتهاء الصفقة اكسبريشن تايم وبكده يبقى عرفنا ازاي بندخل الصفقة وازاي بنحدد المدة الزمنية لها وكمان فهمنا تحركات الصفقة على الشرط من لحظة البداية وحتى النهاية وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم الى ان نلتقي في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي عنوان المحاضرة في صورة سؤال ما هي الطريقة الصحيحة لفتح الصفقات على منصة IQ Option مبدئيا اول حاجة لازم يعرفها المتداول ان فتح اي صفقة يعتمد على التايم فريم اللي انا بحسب عليه مدة الشمعة يعني مثلا لو انا هشتغل على تايم فريم الديئة فده معناه ان كل شمعة بتتكون قدامي على الشرط مدتها دقيقة واحدة عشان كده كل دقيقة صريحة على الشرط تمثل شمعة صحيحة يعني على الشرط اللي قدامي ده على فريم الديئة كل شمعة تمثل واحد دقيقة طيب تعالوا ناخد صفقة لمدة دقيقة على فريم الدقيقة هفتح ايقونة اكسبريشن تايم هختار مدة الصفقة واحد دقيقة من القائمة المنسادلة اللي قدامي دي على فريم الدقيقة هدخل الصفقة بعد الدقيقة 33 ما تخلص بداية دخول الصفقة عند بداية الدقيقة 34 حسب تحليل الفني هدخل صفقة شراء لمدة دقيقة واحدة بعد مرور الدقيقة انتهت الصفقة بنجاح والحمد لله بس اهم حاجة عندي هو بداية دخول الصفقة لابد وحتما ان ادخل الصفقة مع بداية تكوين الشمع الجديدة بنفس الطريقة لو حبيت ادخل صفقة لمدة 5 دقائق اول حاجة نشوف شكل الشموع على فريم الخمس دقائق وممكن ادخل الصفقة دي عادي على فريم الدقيقة ما فيش اي مشكلة بس خلينا على فريم الخمس دقائق على اساس ان كل الشمع فيه تمثل خمس دقائق طيب تعالوا بينا نعمل صفقة لمدة خمس دقائق على نفس الفريم الخمس دقائق اول حاجة عندي تم تحديد زمن الصفقة لمدة خمس دقائق هدخل صفقة بيع بعد نهاية الدقيقة 29 وحتى الدقيقة 34 يعني هدخل ابتداء من الدقيقة 30 31 32 33 34 يبقى كده خمس دقائق وباختيار مدة انتهاء الصفقة من اكسبريشن تايم ظهر عندي نهاية الصفقة عندي الدقيقة 34 اهم حاجة زي ما قلنا ان انا هدخل بعد نهاية الشمع الحمراء السابقة اي بعد انتهاء الشمع الحالية هدخل مع بداية الشمع الجديدة صفقة بيع لاسفل حسب تحليلي الفني هبوط لمدة خمس دقائق وزي ما هو واضح عندي على الشرط السهم الاحمر يشير لاسفل يعني بداية تكون الشمع الجديدة التي مدتها خمس دقائق على فريم الخمس دقائق لا زالت الشمع مستمرة في الهبوط خلال الخمس دقائق اللي هي مدة الصفقة الى ان وصلت للنهاية بعد مرور الخمس دقائق وانتهت بنجاح والحمد لله بس اهم حاجة عندي للمرة المليون بقولها ان دخول الصفقة بيكون مع بداية الشمع الجديدة ايا كان مدة الصفقة وبنفس الطريقة ممكن اتداول على اي مدة زمنية بنفس الاسلوب وابل منهي الفيديو حابب بس اريكو شكل الشمعات على فريم الربع ساعة يكون كالاتي كل شمع في هذا الفريم تمس الربع ساعة وهكذا ممكن اشوف اي فريم في اي وقت على اي مدة زمنية وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والاحصاء ومحل الفني وسيكولجي في سوق المال والاعمال ولا انسى ان اذكر نفسي وياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلتم على الله حق توكله لا رازقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته